مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب صف الحادي عشر علمي موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى الكيمياء الحيوية والجزيئات الحيوية بازلنا مستمرين في درسنا اليوم في الحديث عن الماء في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف المقصود بالتوتر السطحي ويفسر سبب حدوث الخاصية الشعرية ويشرح أهمية خاصية الالتصاق في حياة النباتات لدينا بعض المفردات القوة بين الجزيئات والقطب والرابطة الهايدروجينية التماسك والالتصاق في البداية نسأل سؤال لماذا تتشكل قطرات الماء في شكل كرات؟ دائما ما نرى قطرات الماء تأخذ شكل كرات للإدابة على هذا السؤال نقوم بقراءة نشطة من كتاب الطالب صفحة 17 لدينا ما يعرف بالتوتر السطحي تخلق الروابط الهايدروجينية بين جزيئات الماء توترا سطحيا ما هو التوتر السطحي؟ هو قوة تنشأ من التجازب بين جزيئات السائل وتقاس بوحدة جول لكل متر مربع تنجذب الجزيئات على السطح بقوة إلى ما تحتها الجزيئات الموجودة على السطح تنجذب بقوة إلى ما تحتها لماذا؟ لأنه لا وجودة لجزيئات ماء فوقها تنجذب الجزيئات الماء الموجودة على السطح بقوة إلى ما تحتها لأنه لا وجودة لجزيئات ماء فوقها ويسبب التوتر السطحي جذب سطح الماء إلى نفسه كما هو ظاهر في هذا الشكل هذا الجزب لجزيئات الماء إلى الأسفل دائما وإلى بعضها البعض يحول شكل قطرة الماء إلى كرة لماذا؟ لأن الكرة الكرة كشكل هندسي تمتلك أصغر سطح دائما جزيئات الماء تحاول أن تكون لديها أصغر سطح لأنها تنجذب إلى بعضها البعض وإلى ما هو أسفل منها فلأن الكرة تمتلك أصغر سطح للحجم الذي هي عليه ما المقصود للتوتر السطحي عزيز الطالب؟ هو قوة تنشأ من التجازب بين جزيئات السائل لوجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء حيث أن الجزيئات على السطح تنجذب بقوة إلى ما تحتها لأنه لا وجود لجزيئات مماثلة فوق السطح فسر تأخذ قطرة الماء شكل كرة إذا نظرت عزيز الطالب إلى قطرة الماء تجد أنها تأخذ شكل كرة انظر إلى هذا الجزيئ في المنتصف تجد أنه مجزوب أو منجذب إلى الجزيئات حوله في جميع الاتجاهات لكن إذا قارنته بالجزيئ الموجود على السطح تجد أنه منجذب إلى الجزيئات التي بجانبه والتي أسفل السطح ولا وجود لجزيئات ماء فوق السطح فدائما هذه الجزيئات منجذبة إلى بعضها البعض ومنجذبة إلى ما هو أسفل منها وتحاول الإنكماش هذا سوف يؤدي إلى محاولة دائما لتصغير مساحة السطح تصغير مساحة السطح يؤدي إلى جذب هذه الجزيئات إلى ما هو تحتها وما هو بجانبها وهذه القوة تسمى التوتر السطحي بفعل التوتر السطحي تأخذ قطرة الماء شكل كرة بفعل التوتر السطحي حيث تنجذب الجزيئات على السطح بقوة إلى ما تحتها لأنه لا وجود لجزيئات الفوقها وهذا التوتر السطحي كقوة يحول قطرة الماء إلى كرة لأن الكرة تمتلك أصغر سطح للحجم الذي يعني الكرة دائما لديها أصغر سطح بالنسبة لحجم المادة الذي تحتويه ما المقصود بالخاصية الشعرية؟ سبق عزيز الطالب أن تحدثنا عن ارتفاع الماء في الأنابيب ذات الأقطار الضيقة وتم اسمية هذه الزائرة بالخاصية الشعرية إذا نظرت إلى هذا الأنبوب الزداجي مفتوح الطرفين مغمور أسفله في الماء سوف تجد أن الماء صعد إلى أعلى في هذا الأنبوب الزداجي هذه تسمى الخاصية الشعرية ما المسؤول عن الخاصية الشعرية؟ وما المقصود بالخاصية الشعرية؟ سوف نرى إذا وضعت أحد طرفي أنبوب مفتوح سي قطر صغير في الماء فإن الماء يرتفع في الأنبوب ويرفع نفسه ضد الجاذبية بسبب التوتر السطحي لا تنسى عزيز الطالب أن التوتر السطحي جاء نتيجة للروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء وقوى الجذب بين جزيئات الماء والروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء جاءت نتيجة لقطبية الماء فكما ذكرنا أن قطبية الماء هي المفتاح الذي من خلاله سوف نفهم خصائص الماء جميع خصائص الماء مترتبة على القطبية التي عليها جزيئ الماء لماذا يميل الماء الملامس للزجاج إلى الإنسياب على طول سطر؟ إذا نظرت إلى المطر عبر النافذة فسوف تجد هذا الشكل قطرات الماء تظل ملتصقة على الزجاج وتنساب على طول السطح يوجد روابط هيدروجينية تجد جزيئات الماء إلى أسطح معين ومنها الزجاج إذن عزيز الطالب الروابط الهيدروجينية لا توجد فقط بين جزيئات الماء بعضها البعض مما يترتب عليه التماسك ولكن أيضا توجد الروابط هيدروجينية بين جزيئات الماء وبعض الأسطح مثل الزجاج وهذا يؤدي إلى خاصية أو قوة جديدة بين جزيئات الماء وهذا السطح مثل الزجاج تسمى الالتصاق إذن يوجد التماسك فقوة جزب بين جزيئات الماء بفعل الروابط هيدروجينية ويوجد الالتصاق قوة جزب بين الماء وبعض المواد مثل الزجاج بفعل الروابط الهيدروجينية التي تتكون بين جزيئات الماء والزجاج إذا نظرت إلى هذين الأنبوبين عزيزي الطالب مفتوحين الطرفين هذا الأنبوب الزجاجي وهذا الأنبوب شمعي كلاهما مغمور في حوض به ماء ماذا تلاحظ؟ في حالة الأنبوب الزجاجي سوف يصعد الماء إلى أعلى الخاصية الشعرية ولكن في حالة الأنبوب الشمعي لن يصعد الماء رغم أن الأنبوب الشمعي مفتوح الطرفين أيضا مثل الأنبوب الزجادي ولكن نلاحظ أن الأنبوب الشمعي يدفع الماء إلى أسفل عكس الأنبوب الزجادي الذي صعد فيه الماء إلى أعلى عكس تأثير الجاذبية ما سر الاختلاف بين سلوك الماء في الحالتين دعونا نرى عزيزي الطالب أن جزيئات الماء قطبية ولكن جزيئات الشمع غير قطبية ما معنى ذلك؟ معنى أن جزيئات الماء قطبية أن جزيئات الماء تنجذب أولا إلى بعضها البعض مما يؤدي إلى حدوث التماسك وتتشبس مع بعضها وأيضا بفعل أن جزيئات الماء قطبية تنجذب أيضا إلى الزجاج المصنوع منه هذا الأنبوب وهذا يضيف قوة إضافية إلى قوة التماسك بأن جزيئات الماء يضيف قوة إضافية تسمى قوة الالتصاق بين الماء والزجاج ودائما الماء يحاول أن يقترب جزيئاته من بعضها البعض بفعل التوتر السطحي فجزيئات الماء تحاول أن تقترب وتتشبس لبعضها وتنتزب لبعضها ويكون السطح أقل ما يمكن سطح الماء نتيجة للتوتر السطحي المرتفع للماء فإن قوة الالتصاق تسحب عمود الماء بأكمل تقوم بسحب عمود الماء إلى أعلى بينما جزيئات الشمع جزيئات لا قطبية تنتزب جزيئات الماء القطبية بعضها إلى بعض ولكن هذه القوة أكبر بكثير مما تنتزب به جزيئات الماء إلى جزيئات الشمع لأن جزيئات الشمع لا قطبية ولهذا السبب فإن أنبوب الشمع يضغط سطح الماء إلى الخارج ولا يصعد الماء إلى أعلى سبب الاختلاف الرئيسي في الحالتين جزيئات الماء قطبية وجزيئات الشمع لا قطبية جزيئات الماء بينها قوة تماسك وبينها وبين الزجاج قوة تلاسق ويوجد التوتر السطحي مرتفع للماء ولذلك فإن قوة الالتصاق تسحب جزيئات الماء المتماسكة إلى أعلى وكلما تصعد إلى أعلى تتماسك أكثر بفعل قوة الالتصاق مع الزجيئات الموجود في جدار الأنبوب لكن لدينا هنا جزيئات الشمع لا قطبية أين عن تنجازب جزيئات الماء إلى بعضها بقوة التماسك ولكن قوة التجازب بين الماء والشمع لا قطبي تكاد تكون منعدمة ولهذا السبب فإن أنبوب الشمع يضغط سطح الماء إلى الخارج بدلا أن يصعد يبتعد عن فوهة الأنبوب سؤال على الهدف الثاني ما سبب حدوث الخاصية الشعرية أي صعود الماء في الأنابيب ذات الأقطار الضيقة تجزب الروابط الهدروجينية جزيئات الماء إلى أنواع معينة من الأسطح مثل الزجاج وهذه تسمى خاصية الالتصاق وكذلك نتيجة للتوتر السطحي فإذا وضعنا أحد طرفي الأنبوب المفتوح زي القطر الصغير في الماء فإن الماء يرتفع في هذا الأنبوب ضد الجازبية وهذا ما يسمى بالخاصية الشعرية ما المقصود بالالتصاق؟ الالتصاق هو قوة تجزب جزيئات الماء إلى أنواع معينة من الأسطح مثل الزجاج بفعل الروابط الهدروجينية بين جزيئات الماء والمادة المصنع منها هذا السطح كيف ينتقل الماء من التربة إلى الجزر عبر سيقان النباتات حتى يصل إلى الأوراق؟ إذا نظرت إلى هذه الشجرة ما هي القوة التي تؤدي إلى ارتفاع الماء من جزور الأشجار عبر السيقان إلى الأوراق؟ إذا نظرنا في هذا القطاع من جزع الشجرة سوف نجد أن هناك خلايا تسمى خلايا الخشب خلايا الخشب عبارة عن أنابيب ضيقة عبارة عن شبكة متصلة هذه الأنابيب شبكة متصلة تربط الجزور بالسيقان ثم الأوراق تربط هذه الأنابيب أجزاء النبات كلها هذه الأنابيب ضيقة فتصعد يصعد الماء بداخلها بالخاصية الشعرية وهذا الماء يكون حاملا معه المواد الغذائية الزائبة التي يأخذها النبات من الأرض فصعود الماء بالخاصية الشعرية داخل أنابيب الخشب يساعد أيضا في صعود المواد الزائبة مع الماء هذه المواد الزائبة هي تسمى المغزيات تسحب الخاصية الشعرية الماء مع المواد الغذائية الزائبة من الجزور عبر الخشب إلى جميع أجزاء النباتات ويتم ذلك إلى مسافة معينة ماذا يحدث عندما يتبخر الماء من الأوراق؟ تحدث عملية تسمى عملية النتح عملية النتح معناها تبخر الماء من خلال الصغور أو الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح الأوراق فيقل تركيز الماء في هذه الأوراق وبفعل قوة التماسك بين جزاءات الماء وقوة التلاسق مع جدار أنابيب الخشب والتوتر السطحي عندما ينخف التركيز الماء في هذه الأوراق يتم سحب الماء محملا بالمغزيات من السيقان ثم من الجزور إلى أعلى كما هو موضح بهذه الأسر إذن عملية النتح أو فقد الماء عندما يتبخر من خلال الصغور الموجودة في أوراق النباتات هي التي تساعد في صعود الماء داخل أنابيب الخشب ولكن هذا يتم بفعل عديد من القوى تعمل مع بعضها من أجل هذا الصعود ضد الجازبية لدينا قوة التماسك بين جزاءات الماء وقوة التلاسق مع جدار الأنابيب وأيضا التوتر السطحي الناتج عن وجود الروابط الهيدروجينية بين جزاءات الماء كل هذه القوى تفسر كيف ينتقل الماء من التربة إلى الجزور عبر السيقان النباتات حتى يصل إلى الأوراق فكر عزيز الطالب في خصائص الماء وفكر في عملية النتح المسؤولة عن انخفاض تركيز الماء في الأوراق والتي تساعد في سحب أعمدة الماء داخل أنابيب الخشب عبر هذا الارتفاع الشاهق لهذه الأشدار سؤال على الهدف الثالث ما أهمية خاصية الالتصاق في حياة النباتات توجد خلايا خاصة في خشب النباتات هذه الخلايا الخاصة تأخذ شكل الأنابيب الضيقة جدار هذه الأنابيب مصنوع من مادة ذات قوة التصاق عالية مع الماء هذه الأنابيب تربط الجزور بأجزاء النباتات كلها ونتيجة للخاصية الشعرية تسحب الماء هذه الأنابيب تسحب الماء مع المواد الغذائية الزائبة من الجزور إلى أجزاء النباتات جميعها ماء المقصود بالتوتر السطحي هو قوة تنشأ من التجازب بين الجزائيات السائل لوجود الروابط الهدوجينية بين الجزائيات الماء حيث تنجازب الجزائيات على السطح بقوة إلى ما تحتاج لأنه لا وجود لجزائيات فوقها فدائما الجزائيات على السطح متوترة ومجدودة إلى بعضها البعض وإلى ما هو أسفل منها وبالتالي يميل قطرات الماء إلى أن تأخذ شكل كرات ما هي الخاصية الشعرية؟ مقصود بالخاصية الشعرية ارتفاع الماء في الأنابيب ذات الأقطار الضيقة والمصنوعة من مواد ذات قوة التصاق عالية مثل الجزائيات وذلك لوجود الروابط الهدوجينية بين الجزائيات الماء وكذلك أيضا بمساهمة قوة التوتر السطحي ما المقصود بالالتصاق؟ هو قوة تجزب جزائيات الماء إلى أنواع معينة من الأسطح مثل الزجاد ويتم ذلك بفعل الروابط الهدوجينية بين الماء والمادة المصنوعة منها هذه الأسطح مثل الزجاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته